موسيقى موسيقى في شارع عكاشة بالدقي وتحديدا في 11 سبتمبر عن 1930 جاء إلى الدنيا الطفل الذي صنع تاريخا ارتبط بأكبر وأعرق الأندية في مصر والعالم الطفل الذي أصبح بعدها بسنوات قليلة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المايسترو صالح سيلين موسيقى بدعت قصة المايسترو حين قرر الطفل أن يلعب الكرة في الشارع قبل أن يصبح لعبا بفريق مدرسة الأرمان ثم لعبا بفريق مدرسة السعادية الثانوية حتى اختاره حسين كامل أحد كشافي الأهلي واستحبه للنادي لتبدأ هناك قصة الأسطورة صالح سليم موسيقى في صيف عام 1944 بدأ صالح سليم محطة هامة في حياته الكراوية والإدارية حينما اكتذبت جديته رؤية مختار التيتش الذي اختاره لارتداء الفنلة في الحمراء لأول مرة ضد المصر البورسعيدي في عام 1948 حتى تم اختياره لخوض مباريات دورة البحر الأبيض المتوسط مع منتخب مصر وشارك في اللقاء الأول ضد تركيا والذي انتهى بفوز مصر بثلاثة أهداف لهدف وعاد صالح سليم للأهل أكثر حماسا وثقة وعمل على تحسين لعقتي وأدائه في التدريبات وقد تصادفت بدايته مع تغيير جوهري في التنظيم الخططي لكرة القدم وذلك عندما أدخلت الفرق الأوروبية طريقة الظهير الثالث ومع قيادة النمسوي فريدز تمكن الأهل من التأقلم للطريقة الجديدة وكان صالح محور المعدلات التكتيكية وسرعان ما سيطر الأهل على البطولات بل وإحراز الأهداف في الدقائق الأولى للمباريات صالح سليم كان لعب له قدرات وإمكانيات كبيرة جداً متنوعة سواء من النواحي المهارية يعني إيجادتوا لجميع مهارات الكرة سواء التصويب سواء استقبال الكرة مروغة كان بجمتاز بها ضربات الرأس ودي كان من الحاجات اللي مميز بها صالح سليم خلي الجوم بتاع البرزيل راح في حتة وكرة في حتة دي كان طريقته صالح سليم داخل بها الجوة وراجع بها الورا وإنت شعب بيسحبها برجله وشعب ولكن سموت بيحلها كان قصير إنما كان أحسن واحد ياخده الكرة بدماغه في الكورنار وحطها في الجوم هو حتى المستوى التكتيكي من حيث تصرفه في الملعب من حيث المستوى القيادي في جميع المميزات شمال يمين يشوت هيدرز بلي ميكر قصة الحب التي جمعت بين صالح سليم والأهلي امتدت منذ مباراة المصري في عام 1948 وحتى عام 1967 وعلى مدى ما يقرب من 20 عاما قضى صالح مرتاديا للفنلة الحمراء نجح في الفوز بإحدى عشرة بطولة دوري وهو رقم قياسي لم ينكسر حتى الآن وكان هناك رقم قياسي آخر ارتبط بإسم صالح سليم وهو تسجيله لسبعة أهداف في مباراة واحدة وهي مباراة الأهلي مع الإسماعيل عام 1958 وفاز فيها الأهلي بثمانية أهداف دون رد كذلك نجح المايسترو في الفوز بثماني بطولات في مصابقة كأس مصر وعبر هذه الرحلة الطويلة سجل صالح سليم للأهلي ثمانية وسبين هدفا في الدوري وأربعة عشر هدفا في مصابقة كأس مصر وقاد المنتخب الوطني المصري للفوز ببطولة إفريقيا عام 1959 كما أنه في عام 1963 احترف في الدوري النمساوي ليساعد فريق جرادز على البقاء في الدوري الممتاز بل واحتلال المركز الرابع محرزاً تسعة أهداف أداء صالح سليم أداء جمالي بالكورة يمكن يمتاز به بجانب الأداء الفني إنما فيه شكل فيه نوع من النوع الرشاقة اللي بتستهوي المتفرج ويحس أنه بيتفرج على تبلوه جميل جداً طاعة في الونج الشمال لصالح سليم وانتوا بينه وبنتها هو وكل وبيحطوا في كل في كل التاني في كل التاني تأثر المايسترو كثيراً بلاعب الأهل الكبير محمود مختار الشهير بمختار التيتش بل وعشقه بلا حدود خاصة وأنه ظله حتى آخر لحظات في عمره مديناً له بالكثير كان يقول لك لولا مختار التيتش ما كانش صالح سليم بقى صالح سليم لأن مختار التيتش كان على ما أعتقد كان الضزوي كان سابق أبويه أكتر شهرة من أبويه وأبويه كان لسه لعب صغير وفي التمرين الضزوي حاول يكسره فلما تضرب من الضزوي أبويه ما بيحبش يتضرب ويسكت لأن اللي يتضرب ويسكت كان يقول لك حد يضربه تاني فكان لازم يرد فضربه فالمدرب اشتكى وبتاعه وإزاي تضرب الضزوي وإزاي مش عارف إيه قال له ما هو ضربني الأول المهم روح لمختار التيتش روح لمختار التيتش حصل كذا 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 وتكلم الضزوي عارف منه الحكاية فكان المدرب قال لي صالح سليم أو الأبوي أنه موقوف فمختار التيتش قال له لأ أنت تلعب وتضزوي هو اللي موقوف فمن يوميها دي حاجة أصارت فيه وكان شاف أن مدام حد خد حقه أو حد اداله حقه يبقى راجل محترم والاحترام ده شلهوله لغاية ما توفى يعني المايسترو في لغة الموسيقيين هو قائد الأركسترا الذي يوجه الفرقة الموسيقية لخروج أجمل وآذب الألحان وهو من طبق تماما على صالح سليم فنان الكرة وأطلق عليه هذا اللقب محبه وعشاقه كانت علاقاتنا علاقات محبة سواء خارج الملعب كنا نقعد كأصدقاء مع بعض بغى الملعب شيء تاني للأمانة يعني حاجة تانية أكن مثلا أنا لعبت جنبه كنا بنلعب الإلومبي وأنا وحش وأنا صغير في السن يعني مفروض كنت أبقى كويس عشان هو كان بيدأ نجمه ينزل يعني فخارج من الملعب بقول له أنا آسف قال لي آسف على إيه؟ بقول له أنا كنت وحش النهاردة مفروضة كنت كويس عشان مش عايزة أقول له ساعدك يعني يعني عشان أنت تبان كويس قال لي لا 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 الماتش خير السيا ماتها خلاص تعال نشرب ما تكلمش أدام خارجت من الملعب ما تكلمش في الكوة أول ماتشة أتذكركم إنها هنلعب نادي الترسانة وطلب مني إن أنا لعب أنزل قدام الفريق لكني كابتن فران هي لها مغزة نفسي مغزة نفسي إنه كأول مبارالية وممكن أبقى فيه نوع من الهيبة من المباراة أو التخوف أو عدم الثقة أو كده صحيح أنا مش أبقى كابتن على طول بس هي في مثل هذه المباراة بالذات وهي أول مباراة كان مهمة جداً نبقى فيها نوع من أنواع تأكيد الثقة في النفس وحاولت من يحسسني قدام جملائي كلهم إن أنا الكابتن وأنا نازل أصغر واحد فيهم فدي برضو كانت من الأمور المهمة جداً لدى صالح سليم ها هو يا أميكو كم يسمى؟ صالح سليم كيف يسمى يا أباة يا أباة أباة 1967 بسبب النكسة تم إيقاف النشاط الرسمي للكرة واقتصر اللعب فقط على معرفة وقتها بالدوري الداخلي أي دوري بين نشيء الفرق المختلفة بالنادي والفريق الأول ومع نهاية عام 1967 اتخذ صالح سليم القرار الأصعب في حياته وجاءت اللحظة الحاسمة في تاريخ الكرة المصرية وهي لحظة اعتزال صالح سليم وخرج من الملاعب أشهر عاشق للكرة وصاحب أجمل قصة حب بين الجمهور ولاعب كرة قدم وهي القصة التي بدأت ولا تزال مستمرة حتى اليوم يا سلام الغول المنتظر الغول الغول يا أولاد انتو بتكتبوا تاريخ كرة القدم في العالم صالح سليم مشي ماشيا في غاية العظم وشاك شوطة في غاية العظم جد في الخشبة ورجعة أحبت القرى في طول كيما شفتوا في البولة والدين الزمالك بيلعب وداخل كله ما دويه ودفيني صالح ثاني هو وصور يا سلام شو صالح منه باللعنوك الصينة داي يقول الكثيرون أن هناك من يولد في هذه الدنيا وهو يحمل بداخله شخصية القائد أو كما يقولون ولد ليكون قائداً ومعلماً وهؤلاء هم من يحدثون تأثيراً هائلاً في الحياة وينتمي لهم بالطبع صالح سليم الذي بدأ سلم الإدارة الرياضية داخل النادي الأهل عقب اعتزاليه مباشرةً حيث أصبح مديراً للكرة للفريق الأول بالنادي الأهل في مطلع السبعينيات وهي الفترة الذهبية في تاريخ الأهلي وكون فريق التلمذة بقيادة المبدع هيدي كوتي صالح سليم كمدير للكرة هو استطاع أن يطور الفكر في مجلس دارة النادي الأهلي ويطالبهم باستقدام مدرب أجنبي فجاب هيدي كوتي وقعدوا وقالوا ملكش لعهم أنت تقعد تتفرج على الفرقة اللي هي عندك قلت النادي الأهلي وشوف الفرقة اللي هتلعبها السنة الجاي تلعنا الرابع فقالوا ماشي هيدي كوتي قالك لا هيقعد هيدي كوتي فدعموا الفريق بكم واحد وهيدي كوتي أخذ الدول العام والكاس من خمس سنين حاجة زي كده قبل مستر هيدي كوتي كان هناك التدريب على ثلاث مرات إسبوعية وبدأ الآل يتدرب يوميا وهذه كانت نقطة جديدة جدا على كرة القدم ثم يتدرب أيضا مرتين في اليوم أحيانا تدريب صباحي وتدريب آخر مسائي وأصبح هذا الجيل أو ما كان نتاج عن الجيل السابق وهو التلمزة أصبح هذا الجيل قائدا لمسيرة الدوري فاز بالدوري العام لمدة أظن سبع أو ثمان مواسم بينها كأس مصر ثم في سنة 82 فاز النادي الأهلي من طولة أفريقيا صحيح لم يكن من صالح سليم مديرا للكرة لكنه هو الذي وضع هذه البزرة التي طورت كرة النادي الأهلي وجعلت هناك فارق زمن في التطوير بينها وبين من حاول ملاحقته ظن صالح سليم في منصبه مديرا للكرة حتى عام 1975 ثم أصبح عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي وبدأت أولى خطواته لرئاسة النادي في عام 1976 وكان رئيس النادي أهلي في هذا الوقت أفريق أول عبد المحسن مرتقي الذي رأس الأهلي لمدة عشرة أعوام كاملة وقد رأى العديد في هذا الوقت ضرورة إحداث تغيير وهنا قرر صالح سليم أن يخوض غمر الانتخابات الرئاسية لأول مرة وبدون أية حاملات انتخابية وخسر صالح سليم هذه الانتخابات بفارق ضئيل من الأصوات صالح مكانش يهمه يكسب أو يخسر وكان يهمه الناجل الأهلي ولوان الانتخابات دي كان فيها يعني لعب عشان كده خسر إنما هو لو مشت على طول كان يكسب برضي يعني كان ليش شعبية رهيبة بس أنا يوم ما خسر كان مع أنا عمر الشريف وعمر الشريف وهو وأنا روح نترجنا على ماتش ما هيش قضية القضية خدمة النادي الأهلي لكن صالح سليم الذي لم يعرف اليأس أبداً خاض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى في عام 1980 رافعاً شعاره الخالد الأهلي فوق الجميع وكان همه الأول هو إحداث تطوير وتغيير في إدارة النادي الأهلي ولذلك كان من الطبيعي جداً أن يفوص صالح سليم بهذه الانتخابات عن جدارة واستحقاق وباكتساح وأصبح صالح سليم الرئيس الحادي عشر للنادي الأهلي وأول رياضي يصبح رئيساً للأهلي بعد أن جلس على نفس المقعد الذي طالما احتكره السياسيون الكبار مثل عزيز عزة باشا عبدالخالق ثروة باشا جعفر والي باشا أحمد حسنين باشا أحمد عبود باشا والفريق أول عبدالمحسن مرتجي جينا مرة وهو خد قرار غيرنا خالص كلنا فقال له مدير النادي قال له أرحمه محمود محرم قال له محمود محرم أكتب القرار بتاعهم لأنه هما أغلبية هما كلهم وطلع من المجلس فالناس عرفت القرار زعلت يعني كان لازم ناخد القرار التاني اللي هو بتاع الله أرحمه صالح ما هو يدفع القرار بتاعنا لأنه خلاص خدنا القرار وده بقى قرار النادي الأهل تخرج من قضة الاجتماعات ولا كأنك إيه في حاجة قالت السرية كاملة النادي الأهل استفاد منه كويس جدا وأعمل له أضافات كبيرة جدا وكان دايما الاتحاد الكورة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو المجلس القوم للرياضة أي أن كان المسمى بتاعه وقتها دائما لما كانوا يأخذوا قرارات كانوا بيعملوا حساب صالح سليم مش النادي الأهل بس لأ صالح سليم والنادي الأهل سنة 88 كان أعلن قبلها أنه هو سيبتعد عن رئاسة النادي وأنه هو بيكتفي بدورتين من 80 ل 88 وده في الحاجة الظاهرة برضو إيجابية جدا أن احنا نشوف مسؤول يعني مبقاش متمسك بالكورسي وأنه هو كان يعني نموذج يعمل عمل تطوع في هذه الفترة بشكل ما فيوش أي نوع من أنواع المغالاة اكتفى بدورتين وترك النادي الأهلي سنة 88 خلال رئاسة المايسترو للنادي الأهلي حقق الفريق الأول لكرة القدم لما يقرب من 30 لقباً محلياً وعربياً وإفريقياً بالإضافة إلى بطولات الشباب وكذلك العديد من البطولات الأخرى في جميع اللعبات سواء الفردية أو الجماعية وهو ما يعكس أسلوب إدارة تزرع في اللاعب منذ قدومه لنادي القرن أنه لا بديل عن الفوز بالمركز الأول لا تجهي المشي للخطيف والخطيف يراص وراص يراج الأز تن وحيني بقول يا قول ويفوزي النادي الأحلي ببطولة عفقيا لأول مرة موسيقى ورغم الخبرة الكبيرة التي جمعها المايسترو من الملاعب إلا أنه ابتعد تماما عن التدخل في شؤون الفرق المختلفة واكتفى فقط بالتأكيد على أهم مبادئ النادي العريق وبلغ عدد البطولات التي حصدها الأهل تحت قيادة المايسترو ما يقرب من 300 بطولة أي أن هذه الألقاب مجتمعة تفوق أكثر من نصف بطولات الأهل منذ إنشائه في عام 1907 يمكن لما كان رئيس كانت علاقة عمل علاقة عمل بمعنى أنه هو برضو له نظرة في استراتيجية النادي الأهلي وأنا أيضا ليه نظرة في إدارة فريق النادي الأهلي أنا شايف أنه يمكن ما كانش هناك أي نوع من أنواع الاحتكاك أو الخلاف لأنه هو ما بتدخلش في عمل ربما لو كان حتى لوجة نظر ممكن أن هو يعني يسوقها بشكل غير مباشر يعني ما يقولش والله إحنا عايزين نعمل كذا أو كذا أو كذا إطلاقاً يعني عمره ما حصلت دي إنما يمكن تفكيرنا في المستقبل بكذا تجديد كذا نحط كذا مجدد مش عارفه كلام من هذا القبيل يعني كان مبدأه سيب العيش لخباسه يعني مش يعيس نادي بيتدخل كل واحد لي عمل بيعمله فعشان كده كان بيقعد في لندن عشر تشهر صحيح الكابتن حسن حمد أنا مش عايزة بخسه حقه إن كان بيديني النادي الأهلي بس بفكر صالح سبينيه وكانت تتويج الأكبر لمشوار المااسترو لاعباً وإدارياً ورئيساً في الثاني والعشرين من مايو عام 2001 في جنوب إفريقيا حين تسلم جئزة نادي القرن في القارة الإفريقية للنادي الأهلي المصري سيداتي سعبتي دائماً مكان الحب والانتماء للأهلي المعيار الحقيقي الذي يستند إلي صالح سليم في تقييم كل من هم حاوله وبسبب ذلك كان حسن حمدي الرئيس الحالي للنادي الأهلي هو أقرب الجميع لقلب صالح سليم فقد كان يقول دائماً أن حسن حمدي هو أكثرهم حباً للأهلي وطوال مشوار حسن حمدي مع المااسترو سواء لاعباً أو إدارياً أو نائباً لرئيس النادي لم يفقد المااسترو قناته أبداً بأنه هو الأصلح والأقدر على قيادة النادي الأهلي من بعده دائت علاقتي بكابتن صالح من ساعة ما ابتديت أروح النادي الأهلي وأعتقد سنة 59-60 تعريباً يعني كنا لسه في مدرسة الكورة والحقيقة كنا مثلاً منخلص المدرسة أو منلعب قبل الفريق الكبير كان الحقيقة بتغاضع شديد جداً كان بنلاقيه قاعد معنا وإحنا قاعدين مثلاً في الجنينة أو أي حاجة من هذا القبيل أعتقد الفطرة اللي هي كنا عن قرب معاه في بداية حياتنا كانت الدور الداخلي في 67 كنا عاملين فرق بنلعب فيها وكان كل الأجبال الزغيرين بس كنا بقى قهاز كبير يعني كان كنا حوالي 17 سنة كده ابتدى بنلعب مع كابتن صالح في الدور الداخلي وبعد كده كنا بيبقى هو متواجد معنا جوه النادي يعني فدي يمكن أول فطرة كابتن صالح مبتدنا نعرفه كابتن صالح داخل المدل الآن يمكن برضو كابتن صالح سليم كان شارف حسن حمدي كجزمة إنه يمسك النادي الآن فعشان كده ادى له الفرص كلها لغاية لما مسك النادي الآن 79 كان مفهود بيتفاوض مع مجلس الإدارة يبقى مدير كور واختلفه كان رئيس النادي في ذاكرة الوقت السيادة الفريق مرتكي واختلفه وجم رشحوني أنا أمسك مدير كورا كويس؟ أول حاجة عملتها خدت شروط ونظام بتاع كابتن صالح من الكابتن صالح كويس؟ تقولوا أنت بقدم لهم إيه؟ وإيه اللي انت شايفه صح؟ وإيه اللي انت شايفه غلط؟ كويس؟ وأول حاجة عملتها إن أعدت مع الكابتن صالح قبل موافق إن أبقى مدير كورا وقبل ما أروح لمجلس الإدارة وقلهم أنا عندي شروطي أو عندي نظامي واللوايح بتاعة الكورة تبقى إزاي؟ أخدت اللوايح والنظم اللي هو كان عاوز يطبقها كويس؟ واشتغلت ودخلت مجلس إدارة رهتها يعني ما وافقوا عليها عضاء مجلس إدارة بقولوا قالتها ما دي كانت الشروط بتاع الكابتن صالح كويس؟ اللي هي أصلاً أنتوا ما وافقتوش عليها صالح توسم فيه بعد ما بطل إن عنده قدر من الجانب الإداري الجايد يعني كإداري ناجح ما هو بيحب النادي أخطر مني فهو عارف إن مصلحة النادي ممكن تبقى مع حسن فهو بيقولوا هم يعني يخلوا بالك وإني ممكن حسن داي بقى راجل كويس ولذلك استعان بي صالح من بداية مشواره في ناحية إدارية وحسن الحقيقة أثبت وجوده كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق للنادي ثم نائب للرئيس نائب لصالح ويمكن كلنا نذكر إن الفترات الأخيرة اللي صالح كان حسن هو اللي بيدير النادي الأهلي بالصفة كاملة وصالح يمكن كان في سفريات علاج في إنجلترا يعني كابتن صالح يمكن الفترة برضو الأخيرة كان هو مسافة بر مصر يعني ظروف مرضه فكان في الحتة دي بيسك فيها كشخص إن أنا بقدر أدير النادي زي ما هو شايف أو زي ما إحنا هو حاطين اللوايح زي ما إحنا حاطين النظم بتاعتنا وكنت دايما بيمشي النادي بالطريقة دي قميص النادي الأهلي هو الحلم الأكبر لجميع لعب مصر ولهذا كان رد فعل صالح سليم عنيفا للغاية عندما قام أحد اللاعبين بإلقاء قميص الأهلي على الأرض وهم اعتبره المايسترو إهانة كبرى لرمز النادي الشيط النادي الأهلي ده ده النادي الأهلي الرمز بتاعنا أو البيت الكبير اللي إحنا كنا ننتمي إليه في تنافس قوي جدا على مين يحسن بطولة الدوري كان الأهلي والإسماعيلي والزمالك وكان كلام ده كان سنة 93-94 في السنة دي تقريبا ولما حسام رمى التشيرت حسام كان المهاجم تقريبا رقم واحد للفريق والنادي محتاجه بقوة يعني وأصر قرار بوقفه لناية الموسى وكان قرار مفاجأة غير عادية والأسف يعني كهو كرئيس نادي وممكن بطولة الدور بدعمه بسبب إيقاف حسام والاتحاد القرى كان بيعمل محاولات غير عادية إنه يرجع حسام فهو اعتبر رمي التشيرت ده كأنه بيرمي رمز النادي الأهلي أو قيمة النادي الأهلي في الأرض يعني المبادئ والقيم ما لهاش تعرف سابت لكن الواحد حساها في شخصية صالح سليم مبدأ إنه ما لبس الفانيلا الحمرة ما لعبش كرة في مصر ويزعل الزمالكوية ويزعل الإسماعيلوية ويزعل أي حد وهم بيتمنوا أي لعيب فيهم يلبس الفانيلا الحمرة استضم صالح سليم بالكثير من اللاعبين ولكن كان أكثرهم طاهر أبو زيد حيث كان أبو زيد من أوائل اللاعبين الذين عبروا عن رأيهم في رئاسة النادي عندما تضامن مع الفريق مرتاجي حتى يعود لرئاسة الأهلي مرة أخرى تركيب إن صالح تحضرتك بالنسبة لنا رمز وكلنا كلاعبة كرة بمكماننا إن نصل إلى ما وصلت إليه وإنت بالنسبة لنا النموذج والخطوة إنما أنا شايف الحقيقة الفترة اللي فاتت إحنا مش لقيناك رئيس نادي ومش موجود بني فإنا ببلغك قبل الانتخابات ما تبدأ إن أنا بساند سادة الفريق مرتاجي وهأيده علناً ومش هكون مع حضرتك وسلمت عليه وقمت وسط اندهاش معظم أعضاء النادي وهو أسلم عليها بود شديد جداً والنظرات عينه يعني فيها استغراب بس فيها احتراب وبمجرد انتهاء الانتخابات في مساء يوم الجمعة اللي هو اللي أقيمت في الانتخابات كنت أولاً أحد بهنيه كان ما بيحبش طاهر لأنه بيحس أنه بيدلع ولم يقف الخلاف بين المايسترو ومردون النيل عند هذا الحد ولكن حين نجح طاهر أبو زيد في انتخابات الأهل منفرداً مع قائمة صالح سليم كاد المايسترو أن يتقدم باستقالاته في اليوم التالي لإعلان النتيجة لكن بقيت أعضاء مجلس الإدارة نجحوا في إقناعه بالعدول عن ذلك وظلت الخلافات بينهما في تصاعد مستمر ورغم كل ذلك كان صالح سليم يحترم طاهر أبو زيد بشدة ما نكرش أنه كان فيه حجم اختلاف في قضايا كبيرة جدا وكان فيه اعتراض مني شديد وبوضوح وكان فيه عدم قبول قرارات وقرارات هو ممكن جداً ما يكونش متابعة لأنه كان دائم الصفر وكانش موجود إنما نظراً للثقة اللي كان البعض بيحملها من خلاله داخل المجلس فكان بيوافق بشكل دون المراجعة كنا مرة في قوتيل بنعمل تكريم لكابتن عدل القياء إنه رايح مدير نادي الجزيرة فنزلنا في الأسانسيريان أنا والكابتن صالح والكابتن طاهر واتنين تلقى لقيتهم بيتكلموا يعني فالعربية أنا والكابتن صالح وكتلوا أنا كنت بصور إن يعني إنك ما بتحبش طاهرة قال لي إطلاق قال لأنا مختلف معا قال لأنا بحترموا جداً جداً لأنهم ما بيبقى عنده رأي بيقولوا في وشي وبيعرف يعرضني وده شيء بحبه قوي في أسلوب القضاء إحنا لم نكن في خلاف لأن كانت تقريباً منهجنا في حب الناد الأهلي وقيمه ومبادئه تقريباً ما فيش خلاف فيه إنما اختلاف في القرارات اختلاف في منهج الإدارة زي ما قلنا لأنه هو جيل وأنا جيل تاني الأهلي فوق الجميع لم يكن مجرد شعاراً يرفعه أو يردده صالح سليم ولكنه كان يؤكده دوماً بالأفعال ويبدو أن تمسك المايسترو بمبادئ الأهلي جعله يخسر أعز أصدقائه ورفيق دربه الكابتن محمود الجهري لم ينسى صالح سليم أبداً أن الجهري قد تمرد لعيب الأهلي ضد ناديهم عندما كانت مباراة دور الثمانية لكأس مصر أمام الزمالك الزاخر بالنجوم الدوليين وقت ذاك واقتنع المايسترو للغاية بالقرار الذي اتخذه حسن حمدي مدير الكرة وقتها بإيقاف جميع لعيب الفريق الأول والاعتماد على الناشئين في هذه المباراة الهامة التي فاز فيها الأهلي في مباراة عرفت وحتى الآن بأن الفائز بها هو أخلاق ومبادئ النادي العريق وبيصفى الحكم الدولي الإيطالي لويدي كارلو بانتهاء اللقاء الأهلي والزمالك فقد فاز أجبال النادي الأهلي وانتخب 19-21 زنة في مباراة كبيرة من أربعة أشوار على النادي الزمالك وعلى الرغم من الحب المتبادل والاحترام بين الجهري والمايسترو إلا أن القطيع بينهما ظلت ممتدة حتى رحيل صالح سنيم لما حصل التمرد دوت قدناهم إنزار أنا حسن رحت أبطلهم وديتهم فرصة إن تخلوني الزاكرة 24 ساعة إنه ينتظموا ويجوا النادي إذا ما حصلش كده اتطررت إن أنا أقفهم الكابتن صالح كان برا مصر كايس والكابتن صالح ما عارفش بالكلام دوت ما كانش فيه اتصال بيه وإلا بعد ما تم إيقاف اللعيبة ديت مني وبعد كده قلتوله بقى بعد ما قرار مجلس إدارة بعد ما اجتمعنا قلتوله أنا وقف كذا قال أنت عمدت الصح وده الصح يمكن هو قالها بعد كده قال إن القرار دوت كان واخده حسن عمدت بوقع أو إيقاف على 16 لعيب ناحية تربوية بحتة ولعبنا بالناشئين الزغيرين كل ما نعرف صالح سليم تأكد له أنه أمام حالة لازم تعشقي وشه على الشاشة لأنه عنده كارزمة عنده كاركتر عنده قوة شخصية غير عادية على الشاشة يعني فيه كاميرا تحبك وفيه كاميرا ما تحبكيش صالح كان لازم الكاميرا تحبه وما كانش بيحب التمثيل هو إنما نجح جدا في الدور بتاع الشموع السوداء مثلا الأغاني كنت حافظها كلها الصم هو عدى غني ودندن وعني فأنا مش مسألة إن هو كان كويس ولا وحش هو ما تجانش يعني أنت ممكن تتخيالي حد يعمل الشموع السوداء غير صالح سليم أنا لأتصور صالح حالة خاصة جدا حتى في التمثيل مش بس في الكورة كارزمة مش هتيجي تاني كالعيب كو على فكرة فيه لعيبة كورة والناس هتزعل مني يمكن أحرف من صالح سليم إنما ما خدوش اللي خدوا صالح سليم صالح كان إداري محب للنادي كان يعني ده بيت صالح سليم كان بيخاف عن نادي بشكل فظيع جدا إداري رئيس نادي راجل مسؤول يعرف ياخد قرار في وقت وإحنا محتاجين ده صالح سليم عرض عليه يبقى وزير الشباب كذا مرة ورافق النادي الأهلي زمان عام ٥٥-٥٤ كان فيه لأ فيه ماتشين حيلعبهم سيما فاينل وفاينل سيما فاينل مع التحاد سكندريا أما كان كان التحاد بقى الديبة وحج شتا وأغا وصعد راشد وكاتو وفرقة جامدة قوي وبعد كلا الزمالك النادي الأهلي ناقص فتكلموا الدكتور سليم في البيت قالوا دكتور كابتن صالح فين قالوا هم انتوا عايزين صالح او كان كلاموا كده صالح عنده شبه ميوس ران عمر ولو فرقة حيموت يعني ايه يعني محرام عليكم فصالح سمع انا واخد الشنطة بتاعت وجري على النادي ولعب الماتش ومرضيش يعمل العملية اللي بعدها بعدها بأسبوع اللي حلعب الماتش الفاينل التاني وكسبنا اللي بانده مريكي ضحى وضحى هتا بنفسه في سبيل ايه؟ في سبيل النادي صالح يديكي الاحساس انه صارم وقاسي ومتعرفيش تكسري الحاجز اللي بنيكو بينه صالح قدم هو صارم بس مش قاسي ولكن ممكن يقصوا في احوال معينة اخلاقيات على اعلى 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 مستوى امانة قود شخصية نظافة شايد حاجة من الدنيا اكتر حاجة كان اتهمه في حياته بيته مراته ولاده ناديلة بس صالح كان يحاسب البني آدم النظيف من البني آدم المنافق صالح حالة مش هتيجي كتير دي حاجة بتيجي كل 200-300 سنة كارزمة يعني عايزة أقول مش هقول الأهلوية 50% من شعب مصر لا أكتر كتير إنهم مؤمنين بهذا الرجل يعني ده يبقى حالة حالة فضيعة جدا لا يسمح إن حد يتكلم على آخر حتى لو هو ضد الآخر يعني بشكل مباشر كده لو حد مثلا قال والله يا كابتن فرقه لنفضلك أما يبقى موجود وسطينا يتكلم عنه كررها أكتر من مرة فطبعا يعني الشخصات دي مش موجودة كتير استقبلت السينيوة المصرية صالح سليم الذي كان يتمتع أنذاك بنجومية كبرى تفوق نجوم السينيما والطرب وكانت تضمن بذلك أن جمهورا آخر غير مشجيه الأهل سينضم لمشاهدة نجمهم المفضل وكانت البداية بفيلم السبع بنات للمخرج عاطف سالم وحقق الفيلم نجاحا مقبولا وأعلن عن موهبة جديدة للمايسترو عدد من أبطال الكورة لعبوا لكن ولو حد فيهم قدر يترك بصمة يعني كانت تجربة عابرة وتختفي وكانت السينيما تطلع منها خاسرة ونجم الكورة نفسه يطلع منها خاسرة يمكن هنا أسسني اسمه واحد هو صالح سليم رغم أن صالح سليم ما عملش إلا ثلاثة أفلام اللي هما سبع بنات واللي هما الباب المفتوح بتهيألي وأشموع السوداء وأنا بقول وش ثلاثة أفلام أنا بقول عمل فيلم واحد لأن الفيلمين التانيين ممكن نسميهم مرور عابر ما سابوش هذا الأسر الكبير اللي سابوا أشموع السوداء ولكن عين المخرج المتميز عز الدين ذو الفقار كانت ترى شيئا آخر حيث اختار المايسترول يكون الورقة الرابحة التي ينافس بها نجم السينما في هذا الوقت عمر الشريف ومن هنا كانت بطولة صالح سليم للفيلم الأكثر شهرة ونجاحا في مشواره أشموع السوداء في دور الشاعر الكفيف أحمد عاصم الأصدادة الحديدة اللي في آخر الدوان ليه بيها علاقة قديمة؟ علاقة ايه؟ علاقة عمرها أربع سنين مش فاهم أنا غنيتها في المدرسة والغاية دلوقتي عندي صورة وأنا بغنيها في الحفلة بالضفايل الطويلة والشريط الأحمر طيب طيب دي معاني أحلو قوي لا معاني ولا حاجة ليه التواضع ده؟ لا تواضع ولا حاجة رجعينا عملي معروف لابن الروم الشموع السوداء كان يتطلب من الممثل قدرة كبيرة جدا على التعبير لأن كان بيمثل دور أعمى وكل تعبيراته هي في عينيه وفي إيديه وفي حركاته ودي تطلب من الممثل تكنيك عالي فمالك بنجم كورة ملوش دعوة بالتمثيل خالص أنك تطلبه منه جهد أكبر وكتير جدا من الجهد اللي بتطلبه من ممثل عادي حتى كان أداء صالح سليم لهذا الدور عبقريا بكل المقيس بشهادة جميع النقاد السينمائيين إلى وقتنا هذا بل واعتبر هذا الفيلم مؤخرا من أهم مئة فيلم قدمتها السينما المصرية في تاريخها أنا زمان شفت الشموع السوداء وأنا صغيرة وكنت حافظة الديالوب يعني عارفة صالح هيرد يقول إيه كلمة الفلانية معنا جات وفؤال المهندس هيقول إيه وإيه اللي هيحصل وملك الجمل وكل حاجاتي كنت بروح الفيلم من 3 إلى 6 ومن 6 إلى 9 ومن 9 إلى 12 مش هزار أنا كمخرج بقولك صالح سليم في الشموع السوداء وصل لمستوى ممثل جيد جدا بحب المخرج ليه لأن عز الدينز والفقار كان يعشع صالح سليم يعني أنا فاكر هو حكالي قال لي أنتم مبهورين بالطور لا قوي يعني ده ده لولا الراجل عامل كان بيمسك له منديل يبص فيه عشان ضرير فإنه بيبص في زاوية واحدة فده ده اللي خلت أفوق فقعد يذكر في هذا العامل كان اسمه راجب أعتقد فقال راجب هو أهم مني في هذا الفيلم نجاح الشموع السوداء كان العامل الأكبر الذي شجع المايسترو على خوض التجربة الثالثة والأخيرة في مشواره السينمائي بفيلم الباب المفتوح مع المخرج بركات والنجمة فاتن حمامة ولكن الفيلم لم يحقق النجاح الكبير الذي حققه الشموع السوداء ولهذا فضل صالح سليم أن ينهي مشواره السينمائي تاريكا أفلاما ذات قيمة ومعنى في تاريخ السينما المصرية أحبته جداً في الشموع السوداء مع أني كنت بقول أن روي كان أحسن واحد حتى روي عايزايا يمشي حسب الأوامر طلعت دلوقتي هو بس اللي بيت معكلاني وبيعت قفين أنا كل حال أنا آسق في روي وفي طريقته في الحكم على الناس عشان عطيسه يعني لازم أقول عب الصلح سروي كان هايل كنت بقول له كمان عب الصلح انتعمه بس انفتح في كل حاجة أخذ بالك في كل حاجة بالصلح صالح سليم أحس بأن بهذا الفيلم قد وصل إلى أعلى ما يمكن أن تعطيه موهبته وحس بأن أي فيلم تاني هيعمله بعد ده هيكون أقل من ده ففي زكاءه الشديد عارف أن ميدانه هو مش ميدان السينما وأن دي كانت فلتة من الفلتات أن هذا النجاح الباهر اللي حققه بالشموع السوداء فآثر أن يبتعد إخوية عن السينما السينما حاولت بعد كده كده أن تغري صالح سليم أن يعود لأنه ما همهاش هو نجح أو لصيئة المهم أنه هتعمله بفيلم تاني حيجيب له فلوس كتير جدا لكن زكاء صالح سليم وعفويته وإحساسه بمقدرته الدمثيلية أشعره بأنه هو يجب أن يتوقف عند هذا النجاح الكبير اللي حيبقاله على ممر سنين وقد صدق حدثه من صالح سليم شائعات كثيرة تنثرت عن علاقات غاطفية ربطت بين صالح سليم والعديد من النجمات وخاصة من شاركناه في أفلامه ولكن ظل كل هذا مجرد أقويل لم تتأكد أبدا أنا مسمعش إشعاعات على صالح سليم ليه؟ لأنه كان كاتوم جدا عمر صالح سليم ما كلا عليه إشعة إنه هو مش مع أحد ما هو عمل فيلم مع نجات صغيرة وكان مش مبسوط إنه هو عمل يعني سوء سيارة وبتاع عليه وبتاعه مش عارف إيه عمر ما اسمعت على صالح سليم إنه إيه؟ قالوا عليه صالح سليم ماشي مع فلانة ولا مع فلانة؟ أبدا صالح سليم رجل معروف وبرضو يعني منشتين في الجورنال يمكن يبيعوا الجورنال شوية بس الكلام ده كلام فارغ اللي كان فيه ناس في الصحفيين للأسف كتبوا كلام هايف عشان قطر يكبروا نفسهم ولكن كانت الحقيقة العاطفية الوحيدة في حياة المايسترو هي زوجته السيدة زينة بلطفي والتي ابتعدت تماما عن الظهور الإعلامي واقتصر دورها في حياته على أن تكون المرأة التي تقف وراء هذا الرجل العظيم وأنجب منها ولديه المخرج خالد سليم والممثل الشهير هشام سليم وأنا صغير كنت بشوفه بوع بوع لغاية سن مثلا 13 سنة بتاع حاجة كده كان أبويا لما بشوفه بشوفه عشان يضربني عارف إنه موجود في البيت عشان فيه علقة وعملت حاجة وعارف إن النمر زبالة ونمر المدرسة وهو ما يعرفش يتكلم كتير يعني يا ما نصحنا ويا ما قالنا ويا ما هو ما يعرفش يتكلم كتير بس نصحنا وإحنا ما نعرفش نسمع نسمع كتير وما سمعناش النصيحة فكنا بنعمل حاجات أنا لو منه أنا مش هضربهم أنا كنت علقتهم في أي حاجة في البيت يعني فكنا كنا أولاً ولدين واربعت أنا وخالد أو خالد وأنا سنة واربعة أشهر فرق بنا فممكن أقولك يعني اللي ما حصلش في البيت فكان بيضربنا على طول وما فيش كلام وكان حد يشتكي من أنا وخالد يبقى إحنا الاتنين نضرب ما هي كده المهم لغاية 14 سنة بعد 14 سنة كان حبيبي وصحبي وزميلي وابتدت أفهم يعني إيه حنية منه يعني إيه رغم إن في ناس كتير قوي ما تفتكرش إنه حنين ولكن هو رجل في منتهى الحنية ومنتهى الطيبة قد يتمنى الكثيرون أن يكونوا أبناءاً للمايسترو ولكن الحقيقة أن ابني تأثار سلباً لكونهما يحملان اسم صالح سليم أنا ما استفدتش كتير لأن أبوي أعلمني إن أنا مش اسمه اللي هو لازم يعلمني أو استفيد منه خالص ولكن في ناس دايقوني كتير قوي 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 في حياتي كلها بس عشان صالح سليم يا علشان مضغز منه يا علشان يفهمني يعني إن إن لو أنت بن صالح سليم فجا ما بترفقش معايا يا أمة يا أمة هو على خلاف معاه يا أمة يعني وأبوي كان على خلاف مع ناس كتير قوي لأن برضو زي أو أنا زيه أنا ضغري اللي بلقيه كويس وضغري ببقى ضغري معا اللي ما بلقيهش كويس مش ضروري حتى معرفته يعني عندما يهمس البعض عن علاقات عاطفية لصالح سليم غير زوجته يؤكد الكثيرون كذب هذه الإدعاءات ولكن المفاجأة الكبرى هي أن لصالح سليم بالفعل ثلاث حبيبات وكانت زوجته أكثر منه سعادة عندما يقوم بصحبتهن وهن نورة زين الشرف قسمة هشام سليم حفيدات المايسترو نورة يمكن عشان بنت أحبها أكتر كان بيدلع بقى وبتاعمل زي الولد لا مش لازم أدلعه وبتاعمل وكلام من ده فكانت حابة يعني مش عارف أقولك إيه كنت أقول له سبحانا مغاير الأحوال يقول لي ما أنتو أصلك وكنتو زبالة ماشا والصلح مقبولة منك فكان دي حياته يقول له حشوني عايزة روح لهم يوم ما اكتشف مرضه وكان في لندن وقعدنا وارا أنه ياخدها السينما فهو في طريقه ورايح للسينما راح المستشفى وقالوله إن عندك كانسر بالرغم من كده خاد بنت هشام وراح السينما إن أبوي يسيب مصر ويجي لغاية الغردقة وهو سايق هو أمي دا كان غريب جدا فكان يقول لي على فكرة أنا مش جاي لك أنت أنا جاي لنورة أقول له من عارف تفضل رغم اقتران اسم صالح سليم بالعديد من نجمات السينما بحكم اشتراكه معهن في بطولات سينمائية إلا أن نجمة واحدة حصلت على نصيب الأسد من الشائعات وهي النجمة يسرة والتي كانت أسرتها ترتبط بصداقة كبيرة مع أسرة المايسترو أنا تولدت أهلوية علشان الليلة كانت عندنا كلها أهلوية لكن معرفتي بصالح من أهلي وساحبي الأنتيم هشام ولكن يبدو أن الصداقة الأسرية التي جمعت بينهما كانت الشرارة الأولى التي انطلقت منها قصة حب يسرى وخالد صالح سليم زينب وصالح أصحابي وأصحاب أهلي زينب كنت أكلمها على طول قبل ما أرتبط بخالد وأعتقد أن أول واحد أفش علاقتي بخالد هو صالح يعني أول واحد عارفة يعني اكتشف الحكاية دي قبل زينب مع بداية الألفية الثالثة ترددت شائعاتهم كثيرة عن زواج يسرى وخالد سليم وصحبت تلك الشائعات أقويل تؤكد رفض المايسترو لهذه الزيجة دون الإعلان عن سبب الرفض وضل الأمر هكذا حتى تم إعلان الزواج رسميا مع وفاة المايسترو محدش كان هيقدر يكلمه في خصوصياته أو خصوصية ولاده كان حاجة هتبقى personal حاجة شخصية ومش هيسمح بأي حد يدخل فيها فدي كانت مجرد إشاعات كثيرة جدا بتحصل من بعض الناس المكتهدة في الصحافة إنها عايزة تعرف أخبار شوية زيادة شوية أقل عشان تردي عشان ياخدوا منك رد معين فبالتالي يفبركوا عليها أو يتكلموا عليها أو يحطوا عليها معاني من عندهم وانت عليك تدافع عن نفسك أو تقولي أه أو تقولي لا لأن صالح قد ما كان كاتوم قد ما كان صريح يعني هل أنت تتصوري أن ممكن حد يسأله أنت موافق على جواز ابنك من يسرة ولا لا تفتكري رده هيكون إيه؟ هيقول له أنت مالك أول حاجة هيقوله إنما لا يمكن هيخش في أي تفاصيل أيا كانت ولا هيسمح بيها إن هو شخصيته كده عمري ما كنت بأكد علاقتي أو جوازي بخالد أو عدم جوازي بخالد لنا ولا هو تعرفي ليه؟ عارفة من كتر ما الناس عايزة تعرف فتقولي طب والله ما أنا قايلة؟ في نهاية التسانيات من القرن الماضي بدأت رحلة معاناة المايسترو مع المرض اللعين والذي اكتشف أنه سرطان الكبد ولم تدم معاناة المايسترو مع المرض كثيرا ففي السادس من مايو لعام 2002 وفي عاصمة الدباب لندن توقف القلب الكبير عن النبض وامتنع الجمهور عن الهتاف باسم المايسترو ولكنهم بكوا كما يبكون لفراق عز الأحباب أنا أول واحدة ودعها صالح وقال لها أنه مش هيعيش عمري ما حنسيها كنت في لندن معاه دخلت عليها قال انتي مدخلتي ليش من الصبحة ليه؟ قلتوا أنت كان عندك ناس كتير كان أساس حسن حمدي وكان ناس كتير قوي جاية من مصر وكانوا بيقابلوا وكانوا عاجل معهم ممكنش في مجال لنا يعني قاعد معهم قلت قعم لليك كمادات طلوكي قعدت معا انتي مدأقة ليه؟ هو أنا ما قلتولش ولا كلمة كنت مدأقة أنا أنا نازل أو سايبها ومش عارفة عامل ايه وما كنت ش عايزان انزل قلت له باص عندي 15 يوم fix the decor وارجع قال لي لا ما ترجعيش قلتول لأ حرجع عشان انت بقى تكون حسنتك قال لي لا لا مش هتلحق قلتول لأ ما تقوليش الكلام الفارغ ده بقى بقولك ايه اللي سمع بس بيتة انت بابتزامة جميلة مسك ايدي كده عارفة لما تمسكي تمسكوا الادين كده قال لي انا حواثيكي على ثلاث حاجات صحتك عشان صحتك طعيفة قبل ومتدهولة ولازم تخدي بالك منها تخدي بالك من فلوسك لان اندك مخرومة وتصرفي عمال على بطار وما تزعليش نفسك لأي سبب مش حاجة في الدنيا تستاهل زعلك بطولي معقولة يا سالح قال لي طبعا سحيت وعيات بطولي انا بكرة مش هشوحك هنطلع بكرة على الطيار قليش باعي مني بقى دلوعي وانا اخم مرة شفت الكابتن صالح شفته في لندن يعني انا روحت لندن شفته في المستشفى اعتقد قبل الوفاء بأيام قليلة جدا اخر ذاكرة لكابتن صالح فاكرة في ايام الاخيرة اللي هي وبعدين الفاكره كويس قوي كمان ان وفاة الكابتن صالح كانت يوم شم النسيم كان هو عنده كانسر وكان منتظرين ان يحصل حاجة زي كده ما جاش فجأة لا بس لما قاله ان هو توفى دي يعني بالنسبالي انا اكتر من اخ يعني والله هو اليوم ده انا الفجر كلمني عدل ايه كاله وكان طبعا صالح في حالة غير مستقرة في الاخر حالة صحية غير مستقرة وكان تداره بالكلام عنه هو في الانعاش وانه هو كده فكلمني الفجر وقال لي يا ده صالح تايش انت كانت جنازة صالح سليم جنازة مهيبة حيث قاموا محبوه بالالتزام بوصياته باقامة جنازة رمزية داخل النادي الاهلي انتقل فيها الجثمان من الصلاة المغطاة وحتى بوابة النادي الذي كان اعز واغلى معنى ومكان لصالح طوال حياته ازاي تخرج جنازة بتاعتكامة صالح بمطاليق بمضيه وقائد وكمثل لنا يعني فكان ده كان تفكيرنا ورحية لقيت كل معاونة من المسؤولين في مصر حقيقة يعني ازاي تخرج جنازة من النادي الاهلي وتمشي بدون تجمهرة هنصلي علي فين كابتن صالح وجنازة تطلع ازاي ويمكن مشي من النادي الاهلي لغاية جامع مصطفى محمود كانوا مفاضين كل الشوارع وكان المرور قافل المرور عشان الجنازة بتاعت الكابتن صالح توصل ازاي باتفاق معنا يعني الحاجة الجميلة بس اللي في عزة كابتن صالح بقى قافل عزة بتقبل العزة ان كانت طوابير طويلة جدا يعني ممكن كنت تقفي ساعة او ساعة ونص كويس عشان تخش تعزى يعني مسلا سياسات المشير طنطوي بنفسه راح عزة اه الناس المسؤولة في الدولة اه 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 تمت ان هي تيايي نفسها تعزى وان هي تقف اه في توابير كتيرا يمكن الحاجة اللي أثرت فيها يمكن المدة الطويلة اللي كانوا بيقفوها وبيقفوها عن رضا وحب ان هم وقفين عشان يعزوا في كابتن صالح صالح سليم حاجة مش هيجي زيها تاني مش هيحصل زيها تاني حب الناس ليه أنا لم أقراف حياتي أنا لم أقراف حياتي ما شاء الله يعني أنا يعني جناسته أنا عمري ما حنساها خسارة ليست خسارة النادي الأهلي ومصر إنما خسارة كل من يؤمن بالخلق القويم وبالعمل الدقوب وبالإخلاص في كل ما قام بي أقول له رحمة الله عليك صالح وهنا فقدنا فقدنا رمز 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 بير يعني بقى ناربين في عربين سنة أصحاب الله الحمد لم يكن أحد يتخيل أن عزاء المايسترو سيتحول إلى لقاء لمصر كلها بسياسيها وفنانيها ورياضيها ومثقفيها وكبار رجالات الدولة ولم يتوقع أحد أبدا أن كل هؤلاء سيجيؤون وأن الذين ينتظرون دورهم لدخول السرادق والقيام بواجب العزاء سيقفون في طابور طويل يمتد من مسجد مصطفى محمود وحتى الشوارع المحيطة والكل يقف دون تذمر أو ضيق سواء كان وزيرا أو نجما سينمائيا أو لاعب كرة لأن هذا هو الشيء الطبيعي أن يحدث في عزاء رجل بقدر ومكانة وتاريخ صالح سليم خسرت صالح سليم نفسه وفي ضل اسمه اللي رافع رأسي في كل حد موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة من المؤكد أن صالح سليم فارق الحياة ومن المؤكد أيضا أن اسم وتاريخ وإنجازات وأثر الماسترو لن يفارق تاريخ الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها إنه الماسترو اشتركوا في القناة